موسيقى السلام عليكم شباب وياكم مرتضى الجليحاوي شركة اونار تستعد للعلان عن جهاز جديد متوسط بمعالج جديد كذلك بنسخة 5FG وهذا الجهاز يعتبر من الاجهزة المتوسطة التي تحتويها على شبكات الجيل الخامس كذلك الاعلان راح يكون بنهاية هذا الشهر ممكن اخر اسبوع بنهاية هذا الشهر اسمه الانر 20S هذا الجهاز سوف يأتي بشاشة موقع 6.4FHD لكن ما اتوقع من سوبر او مريد اتوقع من LCD لان هذا الجهاز ببصمة بالجنب فاكيد البصمة راح تكون بالشاشة الشاشة راح تكون كاملة والعدسة او الكاميرا راح تكون بطرف الشاشة الايمن يعني ثقب الشاشة راح يكون بالطرف الايمن هذا الجهاز يحتوي على المعالج الهاي سيليكون الكيرين 820 ممكن اول مرة تسمع به لكن هذا المعالج ما ادري يعني شركة هواوي راح تعلن عنها بشكل مباشر او مجرد يجي اول جهاز بهذا المعالج هذا جهاز محظور من خدمات جوجل ذاكرة عشوائية 8 جيجا مع 6 جيجا مع 128 او 256 هذا الجهاز سوفيتي بطارية 4500 ميلي امبير وتدعم الشحنة سريع بقدرة ال 40 واط تقدر تقول شي ممتاز بالنسبة الشركة هواوي تنزلك جهاز او شركة اونر تنزلك جهاز متوسط بشحن 40 واط ممتاز اكيد الكاميرا الامامية راح تكون 20 ميجي بكسر والكاميرات الخلفية راح تكون رباعية لكن عدسة اساسية اما 64 اما 48 ليش ان اكو تسريبات تقول بانه راح يكون كاميرته ممتازة او جيدة جدا بنسبة لهذا الجهاز هذا الجهاز حصل على موافقة هي اتصالات الصينية هذا الجهاز سوف يعلن عنه بالصين بشكل مباشر ممكن ان يجينا بالايام اللاحقة من الاشهر القادمة بعد الاعلان بشكل رسمي لهذا اونر شركة اونر اكثر اجهزتها تجينا بعض الاجهزة ما تجينا لكن اغلب اجهزتها تجينا للأسواق السعر حسب ما موجود بالتسريبات راح يطرح من 200 دولار الى 300 دولار ممكن ان يكون 250 او 270 دولار كلنا نعرف ان شركة اونر دائما تطرح اجهزة متوسطة اسعار رخيصة ومناسبة منافسة لكثير من الشركات حتى شركة هواوي نتمنى ان يوصل هذا الجهاز بسعر مناسب وممتازة بمواصفاته ممتازة على مدن جربة وممكن ينطينا تجربة افضل من الاجهزة السابقة بسعر رخيص في نهاية الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو لو تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناة وياكم مرتضى الجريحاوي وفي امان الله